وقفت سجد دوليمي أمام المحكمة العسكرية تحمل رضيعها الفلسطيني من أهل خلف الذي أنجبته داخل الزنزانة نادى القاضي باسم المدة عليه كمال خلف زوج الدوليمي لكنه لم يجب فهو يحاكم غيابيا عاد السؤال إلى الدوليمي سألها القاضي إن كانت كلفت محاميا فردت بأنها لم تتحدث إلى أحد منذ توقيفها وقالت لا داعي لتكليف محام فرد القاضي أنت تحكمين بجناية ويجب أن يكون لديك محام وهنا تدخل ممثل نقابة المحامين وعلن توكيل محام للدفاع عن الدوليمي لأنها لا تملك المال أرجاء القاضي الجلسة إلى شهر تشرين الثاني المقبل حين ذاك بكت الدوليمي وسألت القاضي ما ذنب لتوقفوني السبب دخول لبنان خلصة فقط وهل يستدعي الموضوع التوقيف ثمانية أشهر هل ذنب الأطفال أن يعيشوا مع تجار المخدرات واعترفت الدوليمي بأنها تزوجت ثلاث مرات بينها زواجها ممن يقولون أنه البغدادي وهي أم لثلاثة أولاد من أول زوج والبنت من البغدادي والولد الأخير من زوجها الحالي عاد القاضي وسألها عن البغدادي فأخبرته بأنها تزوجته شهرا وحملت منه ثم تطلقاه وهي أصلا لا تعرف إن كان فعلا البغدادي الذي يتحدثون عنه لكنهم في التحقيق أخبروها بأن تحليلات الحمض النووي تثبت بأن ابنتها هي ابنته وقالت أن من يظهر في الصور هو نفسه زوجها السابق وعادت لتطلب أن يرأى في القاضي بحال أولادها فهي لم تفعل شيئا هنا تدخلت نيابة العامة طالبة نقل الأطفال لمؤسسة رعاية إن لم يكن هناك رادع أمني ورفعت الجلسة